المسألة التي يجب أن نؤكد عليها الآن أن هناك بعدا وطنيا وهناك بعدا إنسانيا أن يتضامن الفلسطينيون ولو بهذا الشكل المتواضع مع أشقائهم في سوريا هذا يدل على أننا كشعب فلسطيني وإن كنا نعيش في ظل الظروف الصعبة التي يعرفها الجميع إلا أننا ندرك أنه من واجبنا أن نتضامن مع إخوتنا المتألمين في كل مكان خمس شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية ستنقل إلى الأردن وسيتم توزيعها على اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذين نزحوا إلى الحدود الأردنية أصبح لدى الحملة أموال تم جمعها أكثر من 2 مليون دولار حجم الأموال التي تم جمعها وبالتالي نحن كما ذكرت هذه الأموال كافية أن تسير أكثر من 55 شاحني كل شاحني تتسع إلى 1600 صندوق من الكرتون أو طرد من الكرتون وفقا للحملة فإن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا منذ اندلاع الثورة قارب 423 شهيدا وأن اللاجئين الفلسطينيين باتوا يعيشون بظروف قاسية سقط للشعب الفلسطيني في هذه الأحداث حوالي 423 شهيد وكما قال سيادة الرئيس في المرة الأولى نحن لسنا جزء من الصراع في سوريا نتمنى لسوريا والأهلنا في سوريا الخير ونتمنى لهذا شلال الدم أن يتوقف بما فيه كل الخير لأهلنا في سوريا للمرة الثانية على التوالي يحاول الفلسطينيون التخفيف عن أهلهم في سوريا في رسالة أخوة وتلاحم وتضامن فيما بين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم من داخل المقاطعة بمدينة رمالله حمز السلايمي تلفزيون القدس تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا